هنا مصر وهي تفتح ذراعيها لمزيد من الاستثمارات الأردنية والبالغة حتى نهاية العام المنصرم نحو مليار وسبعمائة مليون دولار رقم مرشح إلى ارتفاع مرتقب تقول الحكومة المصرية التي قدمت تسهيلات عدة للشركات الأردنية الحكومية والخاصة بجانب إعلان مجلس الأعمال المصري الأردني في دورته الحادية والعشرين دمج الشركات الأردنية العاملة هنا لجمعية رجال الأعمال المصرية الخطة بتاعتنا أنه الزيادة في حدود 15% المسائل اللي بتبزل في هذا الأمر أنه بنشارك في المعارض اللي بتقام في الأردن بندعو الأشقاءنا من الأردن أنه هما يحضروا هناك اتفاقيات تربط الأردن مع كثير من الدول منها اتفاقية تجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع كندا وهذا مما يتيح أي استثمار يقام في مصر أو في الأردن أن يدخل إلى أسواق أكثر من مليار مستهلك ومن مصر إلى الأردن الهدف واحد تعظيم الشراكة الاقتصادية في مختلف المجالات لا سيما التبادل التجاري فالمنطقة الحرة الجديدة بمطار الملك علياء وفرت للجانب المصري بيئة أعمال مناسبة انسجاما مع خطة المملكة لجلب مزيد من المشروعات في إطار منظومة تشريعية مرنة حجم التبادل التجاري هناك في 2018 العام الماضي ارتفعت بالنسبة 20% وهذا رقم مبشر ومشجع اليوم نحن نعمل مع الفريق في السفارة من أجل أمرين زيادة الصادرات الأردنية إلى مصر وأيضا إلى جذب الاستثمارات المصرية إلى الأردن وتشير البيانات الصادرة عن هيئة الاستثمار الأردنية أن إجمالية حصة المساهمين المصريين في الأردن بلغت ما يقارب مليار دولار في 499 شركة 40% يعملون في مجال الزراعة الذي يتساوى معه مجال النقل وتوزيع الغاز بنسبة 40% أيضا إضافة إلى 20% في مجال الصناعة مسيرة تعاون لا حدود لها هكذا يمكن وصف العلاقات المصرية الأردنية ليس هذا تعبيرا ملاغيا فالزخم الهائل في مختلف المجالات يؤكد دون أدنى شك أن البلدين يصيران نحو مزيد من التنمية والنمو وبأعلى المعدلات إسلام أبو المجد المملكة القاهرة